يقول صلوات ربي وتسليماته عليه ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالدي والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالدي فذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين في الذين لا ينظر الله إليهم وفي الذين لا يدخلون الجنة ثلاثة لا ينظر الله إليهم العاق لوالدي المرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالدي وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى انظر إلى هذا الجرم العظيم الذي قد وقع فيه خير من صدقة يتبعها أذى لذلك يقول الشافعي الإمام رحمة الله عليه لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر جنة مِنَنُ الرِّجَالِ عَلَى الْقُلُوبِ أَشَدُّ مِنْ وَقَعِ الْأَسِنَّةِ مِنَنُ الرِّجَالِ عَلَى الْقُلُوبِ أَشَدُّ مِنْ وَقَعِ الْأَسِنَّةِ شديدة خير من صدقة يتبعها أذى فقل له قولا معروفا واسترحاله واعفوا عن إلحاحه ليكون الإنسان مشكورا إذا أعطاه وليكون معذورا إذا منع كما قال القائل إلقى صاحب الحاجة بالبشر إلقى صاحب الحاجة بالبشر فإن منعت شكره لم تمنع عذره إن منع الإنسان من شكره فإنه لا يمنع من عذره يعني يلتمس الأعذار له خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم